حالة من الذعر والتوتر عاش تفاصيلها سكان العاصمة صنعاء بعد أن سيطر مقاتلون يشتبه في أنهم من تنظيم القاعدة على بلدة رداع الواقعة في محافظة البيضاء مقتربين بذلك من العاصمة صنعاء بعد أن عززوا من وجودهم في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي المجموعة المسلحة اقتحمت السجن المركزي وقامت بإطلاق صراح 150 سجينا أغلبيتهم من السجناء الجنائيين واقتحم عناصرها مبنى دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش وقتلوا جنديين كما اقتحموا مبنى إدارة الشرطة في المدينة وأحكموا سيطرة على ما داخلها كافة ونصبوا نقاط تفتيش المجموعة التي يقودها تارق الذهب الذي ينتمي إلى قبيلة من قبائل مدينة رداع وتربطه علاقة نسب بأنور العولقي دخلت إلى محيط مدينة رداع والقلعة والمدرسة العمرية الأثارية واستولت عليها من دون أي مقاومة من قبل أجهزة الأمن مسلحوا القاعدة وعلى مدى الأسابيع الماضية قاموا بالتجمع في منطقة البيضاء ولودر في أبيان بهدف التوجه إلى مدينة رداع جنوب شرق صنعا وعلى بعد ثلاثين كيلومترا من مدينة ظمار التي تعد نقطة تواصل حيوية بين مناطق انتشار القاعدة في أبيان وبين المنطقة الحيوية الممتدة من ظمار إلى صنعا كل هذه الأحداث من دون أي تحرك أمني أو عسكري يمني رسمي لمواجهتهم هنا محمد بخشم العربية